لا يزال زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر خلف كواليس المسرح السياسي رغم الأحداث السريعة والصراع المحتدم ما بين أطراف داخل الإطار التنسيقي أبرزهم زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ميليشي العصاب قيس الخزعلي وبين رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عقب الهزة الكبيرة جراء الكشف عن شبكة التنصد داخل مكتب رئيس الحكومة التي افتضح أمرها وسببت أزمة سياسية واسعة كل هذا يحدث والصدر يتابع من منزله في النجف من دون أن يصدر منه تعليقا ولا حتى من قيادات التيار الصدري لآخرين غير أن هناك من يؤكد أن مقتدى الصدر ينظر إلى المشكلات السياسية العاصفة بالحكومة والأحزاب الدائمة لها على أنها مكاسب مجانية له ويبدو مقتدى الصدر مرتاحا بتعثر غريمه السياسي وخصمه التقليدي الإطار التنسيقي والذي يمر في أسوأ مراحله مع ترد العلاقة بين مكونات هذا التحالف ولسيما ميليشيا العاصائب أبرز الداعمين لحكومة السوداني لكنه حاليا أبرز المعارضين والرافضين لاستمرارها من جراء تضرر الخزعلي سياسيا وشخصيا من شبكة التنصد يأتي ذلك بالإضافة إلى خلاف المالك مع السوداني حيث يدعو المالك حاليا إلى إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء ولاية الحكومة الحالية ورغم ذلك لا توجد معضيات تدل على عودة مقتدى الصدر إلى العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات تحت العنوان الجديد لتياره لكنه قد ينتظر اللحظة المناسبة للعودة خصوصا أن جمهور الصدر بالإضافة إلى جماهير بقية الأحزاب تعرف عن الصدر تذبذبه في المواقف السياسية وقراراته المفاجئة في اللحظات الحاسمة ولعل أبرزها الموقف من تظاهرات ثورة تشرين واشتباك ميليشياته المسلح مع ميليشيات الحشد التي كادت أن تقود إلى حرب مفتوحة بين الطرفين